من الأسئلة التي يمكن أن تأتي في الرفتر الإنشائي أنه يمكن أن تفتح الملف الفلاني وذهب إلى الفيشن على الساوز ستجد مثلا فيه هنا عندك ستركشور فريمينج عدل فيها ستجد الاند على 3500 ستجد الاند على الاند teens ستجد الاند على الم ribs تبشاه تحديد الاند على الوعدال ونستطيع أن الاند على هذه الحياة سيجد الاند على المرع من مرياح ستجد الاند على المرع tare كافضت ستجد الاند على جهز و تمتطع الاند على المرع سيقول لي مثلا التحديد ارسمها من مثلا جريد 1-5 وهيقول لي مثلا الارسوح بتاع حدك ايه ويقول لي اعدل في شكلها هرسميها مثلا سيكشن سيكشن انا مش ظاهر سيقول له VV وادخل للسيكشن هلافل النوتيشن السيكشن هوت هعلم عليه اقدر صغره من هنا او ان انا اجي هنا وغير الفارك لب افسد ممكن في مرة بمرات يقول لي اغيرها اقول له عشرين او الفين اقول له جوتو فيو ممكن بيقول لي الانت رسم دوه اتعدل فيه ويديني صورة ليها اقول له ادي البروفيل وابدأ ارسم البروفيل زي ما هو مرسم بالزبط اوليكم مسلا حاجة بشكل دوت بعد كبه يقول لي بقى هات الاريا هات الالفوليوم هات اللينث زي ما هو عايز هتدي له نفس الرقم دوت ممكن برضو يقول لي لو انت عندك اتوكيد واستخدامت الجريد في ان انت تحول الخطوط لجريد وخليت واحد رقم مسلا واحد بوينت تسعة وقت تعمل جريد بعديه هياخد رقم كيف يعني خلينا نجرب نقول له مثلا جي ار ده بيرسم جريد بالشكل دوت تمام طيب فيه حيطة من الظهرة ليه هتلاقي هنا ديت اللي هي الكروب فيو نبدأ نزارة كلها طيب انا دوت اقول له انا عايز ارسم جريد جي ار اختار الاداة بقى اللي هي بيك لاين ده انا اخترت دوت ده اخليت ده مثلا واحد تمام وجريد اللي بعديه بدل ما اتنين خليته واحد بوينت واحد تتوقع ده هيبقى كام ده السوال بقى اللي بعد كده هيبقى ايه دوس هتلاقي واحد بوينت اتنين واحد بوينت تلات اربعة تمام اعز اربعة تسعة عاملي خمس ست سبعة تمانية تسعة واحد بوينت عشر أبدا يعد حدوش ودنوش ارتوش وهاك